في أولى خطواتها قبل المصادقة عليها حكومة نتنياهو تطرح خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية التي أقامتها ما تسمى شبيبة التلال المتطرفة في الضفة الغربية ذلك في سياق الاتفاق لإتلاف الحكومي بين حزب الليكود وحزب عثمى يهوديت برئاسة متطرف اتمار بنكفير وبحسب صحيفة يسر الهيوم فإن الاتفاق المتبلور بين الليكود وبنكفير ينص على التوسع في الاستيطان ووضع معايير جديدة وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية للمصادقة على الأراضي التي سيتم تخصيصها للاستيطان واستكمال عمليات الطبيض لجميع المستوطنات في غضون ثمانية عشر شهران وتخصيص ميزانية تقارب 180 مليون شكل سنويا للبنية التحتية للمستوطنات الفتية والبؤر الاستيطانية شاملة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق من خلال مجلس المستوطنات مئات ملايين الشواكل سترصدها حكومة نتنياهو لاستكمال مشروعها التوسعي الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين التي تشكل لهم مصدر رزقهم ومسكنهم وذلك في سبيل تحديث وتطوير ما تسمى المستوطنات الفتية التي أقامتها شبيبة التلال في الضفة الغربية عرّب هذه الخطة اتمار بنكفير المعين وزيرا للأمن القومي في حكومة نتنياهو المقبلة والذي اتخذ من منصبه جسرا لتمرير مخططاته الشيطانية ضد الوجود الفلسطيني لدعم من الحكومة الإسرائيلية فيسعى بنكفير إلى شرعانة جميع البؤر الاستيطانية حيث سيتولى حزبه مسئولية طبيض وشرعانة ستين بؤرة استيطانية من الخليل وحتى المناطق الشمالية بالضفة الغربية وعدنا وسنفي بخطة عتم يهودية حان الوقت للاستيطان في أرض إسرائيل التي أعطيت لشعب إسرائيل جئنا للعمل هذا ما قاله اتمار بنكفير عراب التحريض الدموي على الفلسطينيين والذي بنى شعبيته على كراهية العرب تظهر تقارير وجود نحو 130 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والأغوار يقتنها قرابة 25 ألف مستوطنين غلبيتهم العظمى مما يسمونهم شبيبة التلال الذين يمعنون في نشر حقدهم من خلال ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم تدفيع الثمن بحقهم والاعتداء عليهم وتدمير محاصلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم فالنتينا أبو حامد تلفزيون فلسطين